السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ وحتى أولياء التلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذة ياسمين وإن شاء الله الدرسة عنها اليوم رح يكون في مادة اللغة العربية وكأبنائي رح نلهنا نقر لكم ولا نفهم لكم وشنو معنطا التلخيص وكيف نقوم بالتلخيص وبينسيوغ رح نديرو تطبيق مثلا نحن نعطيكم في نهاية الفيديو رح نعطيكم نص أو سند ونحاولو نلخصوه مع بعض إذن أبنائي التلخيص علاش حبيت نديلكم الفيديو لأنه شفت بلي الكثير من التلاميذ ما يعرفو شو شنو معنطا التلخيص وكذلك دونك العلامات تحهم ما حش كون مليحة ما ميكونوا خدموا في البناء الفكري واللغوي التلخيص رح ينقص لهم العلامات فكي الله بش منطوش عليكم أبنائين محو نشوفو وشنو هو التلخيص كتعريف إذن التلخيص وهو اختصار نص من النصوص عن طريق إعادة صياغته بأسلوبنا الخاص إذن أبنائي رح يكون عندي اختصار معنطها رح نختصره رح يكون طويل وأنا نختصره وننقصه ولا نصغره من النصوص عن طريق إعادة صياغته بأسلوبنا الخاص أبنائي لازم يكون أسلوبنا الخاص معنتها نقرأ النص التاعي نفهمه ونعاود نكتبه أنا وش فهمته هذه هي كما نقوله المفتاح تعالتلخيص إذن بأسلوبنا الخاص مع الحفاظ على مضمونه وأفكاره الأساسية مثلا أنا راني نهضر على العائلة مش نحن نخرج من الموضوع مثلا نبدأ نهضر على العائلة نفتلخيص سعي نبدأ نهضر على العائلة ونخرج ونخرج أن نبدأ نهضر على المجتمع إلى غير ذلك مع الحفاظ على مضمونه وأفكاره الأساسية مع التخلي عن التفسير والإضافات والإستغناء عن بعض الشواهد والأمثلة إذن أي عفسة نحسها باللي غير ضرورية ما نكتبهاش إذن يمكنني أن أتخلى عنها تخلي معنا نقدر أن نخليها التفسيرات والإضافات راح نشوفوا مثلا الأمثلة الشواهد مثلا الشعر إلى غير ذلك إذن أبنائي يلا هنشوفوا مع بعض هذا تعاليف التلخيص يلا هنشوفوا مع بعض خطوات التلخيص إذن خطوات التلخيص عندنا تلت خطوات أساسية أو جوهارية أولا أقرأ النص جيدا وأفهمه أول شيء أبنائي على الأقل على الأقل تقرأ والنص تخترت هذه على الأقل نقرأ النص تخترت إذن المطة التانية وحدد الأفكار الأساسية في جوم القصيرة معنا نحكي مقالة مرصاص ولا السيالة تعي نصطر على الأفكار الأساسية معنا الأفكار اللي ما نقدرش نستغنى عنها ولا ننحيها غير الأفكار الأساسية نصطر عليها معنا هذه الأفكار هي نحن نستعملها في التلخيص التاعي وعيدوا التعبير بأسلوب الخاص وأحذف كل ما هو غير ضروري معنا أي حاجة غير ضرورية نشوفها باللي نقدر نتخلى عنها والمعنى التاعي يقعد مليح ولا تلخيص التاعي يكون مليح نقدر نتخلى عليها أي نشوفوا ما هاد العفاي صغير ضروري مثلا جار والمجرور نعرفوا مثلا ذهب عمرو إلى المدرسة إذا قدرت نكتب ذهب عمرو ما كان لها ما دخلنيش أنا وين راح إلى المدرسة إذا نقدر نتخلى عليها نتخلى عليها مثلا الصيفات هذا طفل طويل القامة وهو إذا نقدر على الصيفات نقول شكن هذا الطفل نحي الصيفات مثلا أحوال رأيت طفلا باكيا إلى غير مدام نقدر نحي باكيا رأيت فقط طفلا في الطريق ما كان لها نوصف الحالة التاع إذن هذه هي وكذلك أبنائي عندنا كتير من الأشياء غير ضرورية مثلا إذا أعطوني بيت شعري نحي البيت شعري إذا أعطوني مثلا مع بلجانة أمثلة نحي الأمثلة كذلك إلى غير ذلك يلا أبنائي باش ما نطورش عليكم نعاودوه شنو هو التلخيص هو أني نختصر نص بأسلوب خاص أولا أقرأه جيدا أقل شيء ثلاث مرات وحدد الأفكار مع أنتا نحكم السيالة ولا القلم تعيين ستطلع الأفكار لما نقدرش نستغنى عنها وفي الآخير وعيد التعبير بأسلوب مع أنتا نستخدم أسلوب بيانش نستخدمه بعض الكلمات ولا الجمل من نص لكن لازم الأسلوب بتاعكم هو اللي يطغى في التلخيص أبنائي دايما نقولكم التلميذ يفهم بالتطبيق إذن لهنا جبت لكم سند أو نص حول الهاتف رح نشوفوا أبنائي كيف نقوم بتلخيصه يلا نقرأوهم مع بعض الهاتف المحمول أو الهاتف النقال اسم يطلق على أحدث أشكال أدوات الاتصال الذي يعتمد على الاتصال اللاسلكي حيث كان في بداية استعماله محصورا على دي المال وكبار التجار نظرا لثمانه الباهظ لكن المنافسة بين الشركات المنتجة والتطول المذهل في تصنيعه أدى إلى تخفيض سعره ليصبح في متناول الجميع والشيء الذي يمكن قوله أن الهاتف النقال يقدم خدماتنا رائعة كما أن احتواءه على برامج متنوعة أدى إلى استعماله كجهاز كومبيوتر وذلك من خلال حفظ المستندات والتسجيل المواعد والسقبال البريد الصوتي وتصفح الأنترنت كما أصبحت أجهزة الهاتف النقال ذات الكاميرات الدقيقة تمكن من رؤية الآخرين عند الاتصال بهم ونظرا لخدماته المتميزة أصبح مستعميله يتزيدون يوما بعد يوم ليحل محل أجهزة الاتصال الثابت إذن أبنائي أعطيت لكم نص خيط لكم نص جد مفهوم حول الهاتف المحمول أبنائي أول شيء راح نلاحظه ملاحظة نسيت باش نقول لها لكم لازم نحسبه شحل عندي من سطر إذن 1-2-3-4-5-6-7-8 لازم يكون عندكم أربع تقسمه شوفوا تلخيص باش تعرفوا بلي الخصوم ليح لازم تحسبوا عدد الأسطور تقسموا على زوج مع أنت عندي 8 أسطور اللهنة في النص العادي فالتلخيص تعي لازم نلقى أربعة إذن أبنائي بلا ما نطولوا في الفيديو إذن بلا ما نطول عليكم ونعود نقرأه لكم مرتين آخرين دونك انتوما راح تزيدوا تقرأوه مرة ثانية والمرة الثالثة باش يتعمق الفهم إذن أنا اللهنة ها هو أمامكم كيف قمت بتلخيصه ورح نقول لكم وش نحيت وش خليت دونك أبنائي التلخيص التاعي جد سهل وبسيط شوفوا 1 2 3 4 إذن صفت لهها 8 8 وهديك شوية نلقى اللهنة 8 وهديك شوية إذن لازم النص إذن شوفوا اللهنة وش قلت الهاتف المحمول من أدوات الاتصال اللاسلكي كان في البداية باهض الثمن لكن منافسة شركات التصنيع أدت إلى تخفيض سعره ليصبح في متناول الكل فهو يقدم خدمات رائعة من شأنها تبسيط الحياة في الكثير من النواحي حتى صار يحل محلة العديد من أجهزة كما نقولوك لا غينات دونك وش درت لهنا أبنائي شفت باللي الهاتف المحمول أو الهاتف النقال أنا شوف أو إذن علاش ندر زوج أكتفي بالمحمول ولا حب آخر تلميذ آخر يكتفي بالهاتف النقال إذن نمحي أو هذه لأنها خيار وانا مدبيا نقلص نعطي لهم الخيارات اسم يطلق على أحدث أشكال أدوات الاتصال علاش عليا الذي يعتمد على الاتصال لاسلكي دونك بلا من طول وهو من أدوات الاتصال لاسلكي إذن علاش نقول أحدث أشكال أدوات الاتصال الذي يعتمد على الاتصال لاسلكي تسمى هو فيه اتصال لاسلكي ديركت منقل الهاتف المحمول من أدوات الاتصال لاسلكي يالله مع بعض حيث كان في البداية استعماله محصولا على ذي المال وكبار تجار نظارا لثمنه البار سما كان يشروه غير اللي عندهم درعا وش قلت لهنا كان في البداية باهض الثمن علش نقول شكون كان يشريه شكون ما كانش قادر يشريه فقط باهض ثمن نكتب باهض ثمن لكن المنافسة بين شركات المنتجة والتطول مذهل في تصنيعه أدى إلى تخفيض سعره ليصبح في متناول جميع ضد إلا هنا وش قلت لكن منافسة شركات التصنيع أدت إلى تخفيض سعره ليصبح في متناول كل إذن قلت بما أن المنافسة كبرت إذن ولا أي وحد يقدر يشريه يالله هنكملوا مع بعض والشيء الذي يمكن قوله أن الهاتف النقل يقدم خدمات رائعة كما أن احتواءه على برامج متنوعة أدى إلى استعماله كجهاز كومبيوتر وذلك من خلال حفظ المستنادات وتسجيل موعد وسيقبل بريد صوتي وتصفح الأنترنت إذن تلاحظوا باللي يرى هو يتعمق لهنا نص من حقه يتعمق لكن كتلخصانة ليس من حقي أن أتعمق وش قلت لهنا؟ فهو يقدم خدمات رائعة ما دقاع الخدمة؟ قلت باللي خدمات رائعة ما تملاح من شأنها تبسيط الحياة في الكثير من النواح يشوفوا أبناء إدرتها في جملة فقط فبلاس ما نقول نسحقوه كبريد صوتي وتصفح الأنترنت وتسجيل موعد وقلت برك خدمات رائعة لتبسيط الحياة في الكثير من النواح وفي الأخير اللي هنا قلنا كما أصبحت أجهزة الهاتف النقال ذات الكاميرا الدقيقة نفس الشيء راني نهضر على الخدمات ونظراً لهذه الخدمات أصبح مسعملوه يتزيدون ليحل محل بقية الأجهزة إذن قلتها بصيغتي حتى صار يحل محل العديد من الأجهزة في 8 أسطر حولتها إلى 4 هذا وشنو ما عندها التلخيص إذن أبنائي إن شاء الله الدرسة عنها اليوم يكون فهم وفعفواً مفهوم ويكونوا فهمتوه وإذا ما فهمتوش أبنائي خلوا لي في التعليقات ونحاولوا نجاوب عليهم وكما أقولكم كالعادة بالتوفيق والنجاح إن شاء الله